يعتزم حزب الخير التركي المعارض مقادة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحرمانه من مستحقاتي وأكد الحزب أنه بصدد رفع دعوة قضائية ضد وزارة الخزانة والمالية التركية لامتناعها عن منحي المساعدات المالية السنوية عن عام 2018 والتي تخصصها الدولة بموجب قانون الأحزاب السياسية وتتلقى الأحزاب وحزب القانون دعما ماليا سنويا من وزارة الخزانة والمالية يتناسب مع النسبية المأوية للأصوات التي تحصل عليها خلال الانتخابات وتتضاعف المساعدات خلال فترة الانتخابات أيضا